هاي جايز ازيكم جماعة? النهاردة الجمعة تلاتين سبعة. والنهاردة معايا شحنة جديدة. واخر حاجة وصلتني حاجة ممكنها ان انا اشارككم معايا. ونشوفها سواء ونفتح ونشوف ايه اللي واصل فيها من خلال ده. تعالوا نفتحه كده ونشوف في حاجة عايز اقول لكم عليها. بصوا كده. بصوا الكارتونها بتوصل طبعا يعني. بصوا عملا ازاي? لان لها بتروح بلاد وتمشي بلاد. لغاية لما بتوصل آآ عندي. طيب تعالوا نفتحها كده مع بعض ونشوف ايه اللي فيها. هينفتح كده. لأ هنجرب الماصر. طبعا هي آآ تقريبا مع الوقت اللي خدته الشحنة ديت حوالي آآ نقدر نقول كده عشرين آآ عشرين يوم. تمام? آآ بيعتبر يعني وقت اتأخرت آآ شوية في بعض حاجات بتوصل اكتر او اسرع من كده. آآ على حسب بقى الشحن والزروف والحاجات كتير يعني بصراحة ما فيش حاجة وقت قاطع وقول لك لأ لازم توصل في كزا. احيانا بتوصل في اسبوع واحيانا توصل في عشر ايام. واحيانا بتوصل في خمستاشر يوم عشرين يوم. احيانا تلاتين يوم. ما فيش زروف. هنا زي ما انتم شايفين كده يعني من الحاجات الجميلة قوي ان هي متغلفة بالطريقة ديت. بالورق دوت. حاجة آآ بصراحة دي بتعتبر آآ جميلة. آآ دي خدرنا نطلع كده. نشوف ايه اللي واصل عندنا. اهو. اوكي يا جميعا. نشد الكارتونة بس على جنب. لسه مقفولة. اهو. ده عبارة عن آآ شاحن شاحن كهربائي زي ما انتم شايفين كده اهو. آآ آآ شاحن شاحن لاسلكي. وفيه تمانية مخارج تمام? منهم واحد آآ سريع الشحن. اللي هو اللي بلون الازرق دوت. ودي هنا فيه كمان شاشة. بتوريك التمن آآ مخارج وظروفهم ايه في الشحن? وبيخرجوا قد ايه? آآ كام ميلي امبير. تمام يا جماعة? وبيوريك كمان البطارية اللي انت بتشحنها والحاجة اللي انت بتشحنها اذا كانت وصلت آآ فول تشارجنج هو لتمن آآ مخارج اللي احنا شايفين هم دول مع بعض. اربعين وات يوسي بي باورت شارجر. ادابتور آآ سكتور يوسي بي آآ فورتي وات. تمام? اربعين وات يوسي بي. ام. طيب. ادابتور يوسي بي اربعين يوسي بي. تمام? ده هنا الموديل بتاعه. طبعا انا هسيب لكم الروابط بتاعة الوايرلس آآ كويك تشارجر او الدوت. آآ الخارج بتاعه آآ سبعة ونص واط بيوصل لعشرة واط ماكس. تمام? يعني من سبعة ونص لعشرة واط ماكس. ده بالنسبة للخارج بتاع الشاحن اللاسلكي. اللي هو بتحط انت الموبايل على الجهة ديت فهي هيبدأ بالشحن الايه? الوايرلس. اوكي يا جماعة? آآ بس بلوكم الروابط بتاعة الحاجات دي اللي عايز يخشه ويستفصل عنها ويشوف حاجات آآ تهمه وتخصه في حكاية الشحن والكلام ده كله. هيلاقيها في الروابط تحت الفيديو. تمام? تعالوا نشوف الحاجة التانية الموجودة كانت في الكارتونة. وهو آآ برضو نفس الحكاية شاحن تاني. بس ده زي ما حالكم شايفين كده. طبعا ده بالكهرباء. مش آآ مش 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 باور بنك. تمام? آآ ده كبير. الشاحن ده هيبقى كبير وعريض. التاني كان رفيع زي ده كده. اوكي? شايفين? آآ دي حجم دوت من حجم ده. ولكن هما طوال يعني الحجم آآ طويل. آآ دي اهو شبر. اوكي يا جماعة. تعالوا نشوف الفرق هنا. ده هيزيد نفس التاني بالزبط التمن مخارج دولة. بس هنا ممكن ما يكونش فيه الشاحن السريع مخرج الشحن السريع. اوكي? وهنا. آآ مش باين انا عايز اوضح بس ايه اللي مكتوب في النص دوت. اوكي? وزيادة عليه كمان آآ مدخلين لي آآ شحن لي عفوا لكهرباء. كهرباء العادية. اوكي? هنا مش آآ كاتبين عليه انا لحظة. اهو. اوكي? 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 الموديل. او التبوت تمام. طيب هنا برضو يا جماعة برضو. هو الشحن اللي سلكي برضو آآ سريع والخارج بتاعه من سبع ونص واط لعشرة واط ماكس. اه يبقى ده بيفرق عن التاني بان ده هنا في آآ وصلات او آآ كهربا عادية. اوكي? وغير زيادة عن ده. واضافة كمان لنفس الشاشة اللي موجودة في آآ الشاحن التاني. اوكي? دي كانت الشحنة ديت. لحبيت ده افرقوا عليها. وربي كين فيديو يا رب يكون الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والسابسكرايب للقناة. والروابط زي ما قلت لكم هتلاقوها تحت الفيديو. شكرا لكم. والسلام عليكم.